السلام عليكم ورحمة الله نواصل الحديث عن الـ Liquid-Liquid Extraction ونتكلم عن العمليات Liquid-Liquid Extraction هذه العمليات يمكن أن تكون Batch Processes ويمكن أن تكون Continuous طبعا في هذا المستوى نتوقع بأن الطلاب الهندسة الكيميائية على دراية جيدة بالفرق ما بين الـ Batch Process والـ Continuous Process في حالة الـ Batch Process بنجد بأن الـ Liquid-Liquid Extraction is a single stage batch بمعنى أن تحدث two stages at a single process فنضيف الصولفان مع السلوشن وهو عبارة عن الصولفان في هذه الحالة في one equipment تحدث two processes تحدث أولا عملية الميكسينج لضمان زيادة مساحة السطحة الفعال وبالتالي حدوث الماس تراسفير أوبريشن بعد ما نضمن بأنه تم فصل الصوليوت من الفيد ونترك الـ Two Solutions to Separate فنتحصل بذلك على الإكستراكت والرافينيت الإكستراكت هو عبارة عن الصولفانت بلس البرودكت الذي نبحث عنه والرافينيت هو عبارة عن الفيد ماينس البرودكت الذي نبحث عنه الإكستراكت والرافينيت غالبا الإكستراكت دائما بيمر على نظر من أجل فصل الصولفانت من الإكستراكت وهي النقطة الثانية الثالثة في خطوات تحدث عملية الـ Mixing فنضيف السلوشن ونضيف معه اللي هو لدينا هنا الفيد ونضيف معه الصولفانت في الميكسر تحدث عملية الماس تراسفير نحول الخليط إلى وحدة سابريتر حتى إنه ينفصل الإكستراكت من الرافينيت نتحصل بذلك على الإكستراكت هذا هو المنتج الأول الرافينيت نستطيع إننا نعيد تدويره مرة أخرى إلى New Mixer حيث يضاف Fresh Solvent ونتحصل على New Product الرافينيت قد ينتقل إلى ميكسر آخر وتتكرر هذه العملية على حسب الحوجة وعلى حسب تركيز المطلوب للرافينيت في النهاية الأجهزة التي تعمل بهذا المبدأ متعددة منها الميكسر ستلر الباكبت كولومس الروتيتينج ديفايس وسنتطرق لها لاحقا في هذه التسجيلات الشكل بيوضح هذه العملية بواسطة البيان اي دي الفيد يتكون من A و B و لدينا يدخل مع الفيد الفيد يدخل من هنا يخرج هنا الاكستراكت B & C و يدخل Solvent من الأسفل وتستمر العملية على هيئة Series ترجمة نانسي قنقر